يركروا كل شيء والحب الراجا الراجا جمهورها رسمالها اوديما خضراء ايو سلام عليكم يا احسن معاش الجرات في الآلم هذا كامل كيف راكم مرتاحين والأمور مزيانة الحمد لله عودتنا في إطار السعادة سنرى الراجا نعر الحد ويا سلام لن نرى بوحدة وانما نرى مع العروسة لنا الفيديو اليوم سيكون فقرة قبل الماتش نتوقع التشكيلة ونضع على الكثير من الحواج بخصوص الماتش اذا كنت توجد اتباع حضورك اضع لايك اضع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وزيروا لي لديك الصمتة ويا بنا نبدأ وكالعادة تدير بمين بكريمارياج وفقا للإحصائيات والأرقام وهذا كل شيء متفق عليه إلا بولغرون وهو اللي فشكة الدومة وكاله حلقة تصوير المترخي ورعا جاوة عنده هذه التحفة كاملة وكي حشم يضعها ديربي الراجع والوزة اللي سيكون اخر فرصة عند الفرق بشعة قواد العامة بشلاقب وأكيد الروح الرياضية وبعيدا عن التعصب كيف اربحات الراجع وكيف خسرت الوزة لالي الشغب راح نخوت دولة مدينة وحدة خمسة الواحد ما بدأت هذه السمانة وما يقرر بالديربي إلا واني كنشوف بعض الفيديوهات لبعض الأخو الوزازيين يقولوا بالراجع أكبر فرقة تستفيد من التحكم وخاصموا الزرعي تحرك بشي هدايا فضل ما تشادع وهذا الشيء اللي صراحة مفهمتوه شخصيا ترى المعنى الحقيقة المياه الخليفة تتكلم عن الشرط وفقط في الديربي اللي فات راح تحت قدامي كمثال ستعرفوا راسكم ما كنتم بالضبط فقط عند الوزة فش يتسلوه اليوم الحلول داخل التيران يتوجهوا الحلول الأخرى والاعتمادة لحكام العائلة وصراحة الله يخلف اليوم حتى شفش غبروا اليوم فش ما تشاد رمى بانوش فيهم لا نحاول ندعو على هذا الشيء حتى مناقشة كائن وردي فضل موضوع هذا وكأنك تناقش شجرة فرقتنا فريق الرجاء العالمي اللي من البعض بزاب دل مشاكلات العام بسبب سوء تسير وكانت تغيير سواء إداريا وحتى تقنييا اليوم لا تكون معاولة على المدرب جديد جوزيف زينباور وأكيد نحن كجماهي الرجوية تقييم في الكاتبة الخضراء من الطرف حتى للطرف نمشي عند الخصم أو الوزة لكل شيء يعرف أشترى اليوم هذا العام من بعد السودس يدلل أشياء ومن بعد قاعدة الشيطر اليوم كون أكيد أنهم سيضروا المستحيل بأي طريقة كانت كورويا أو حتى خارج الكورة وهذا الشيء ما معروفنا عليه من زمان كيف لا يعرف أن فريقنا الغالي فريق الرجاء العالمي تسمى هذه المناتكة في معسكر مغلق استعدادا للديرب والبطولة العربية وهذا الشيء تأكدنا منه أنه كان بعض الغيابات التي سيكونوا غيبين في ماتشة الديرب وصراحة أن الأسماء هؤلاء سيغيبون لأن العام كامل والكلام موجه للنهيري والبجاد لأصلا مستهل أن نرى هؤلاء العام الجيد خصوصا هذا الشخص الذي أريد أن نعرف كيف يفكره وكيف تباليها الرجاء الدرجة أنه ليس يمره وليس يجوجه وهو يغيب على التدريب وكأنه كبير من الرجاء وهي بكل واقع العودة كانت أكبر غلط ولكن بما أنها جاءت في عهد الهدراوي فراء سوف ندوزه بشريبة الماء حينتها مستيجة من كل الأخ يعني من هذا الشيء كامل نستنتج أن الفرقة كاملة مكمولة إن شاء الله في الديربي وجميع اللاعبين متاحين وبعد ذلك سوف نحاول أن نقضي تشكيل اللاعبين مناسبة لكي نبدو بها هذا الماء وللتوضيح فقط كيف يبقى توقع لأصلا على ما أظن أن التشكيل سوف نبدوها بالشبكة الشبكة التي في العادة أنا أزنيتي الكابيتان والذي صراحة أن الكابيتان لا تنفعش بحالة الماتية خصوصا على الوزة بحالة ما إلباتي تمشي الدول لحقك ضد واحد من اللائلة تأخذ حمراء نيشان من قانون صراحة الله أعلم نحن لم يكن نفهموه نحن نطلع نيشان الديفونس والذي شخصيا أتمنى حركاثه المقدم وأظنى على ما أظن هم الكينين كنا إمكان يدل دخول الهدوذي بشأنه يلعب آخر ماتلي ولكن هذا الشيء يبقى الاختيارات المدرب سوف نظهر الأظهر لا بديل على بنتيكو البداوي الذي يقيم في يوم إن شاء الله بيش أنه محر ليندوك البلايس سواء هجوميا أو لا دفاعيا سوف نظهر الوسط الميدان الذي على ما أظن أن التولات يحتهي بين اللي ستبقى هذا الماتش غير هي معظه هولوورد في جميع الماتشات التي فاتوا على ما أظن أن المدرب سيبقى يعول عليه ولكن شخصيا سنختار هولو والمكعازة وزريدة سوف نظهر الهدوذي خصوصا من بعد خبسة الإعارة مع الفريق وعلى ما أظن أنه يكون لدينا الفرقة حتى لا يبقى بلية في الفيديوهات فما علينا غير أن تقوم بلية جديدة وصافة سوف نذهب إلى الأجنحة لدينا أعيد البوزق الزروني هذه هي الشكل التي تبالية ممكن للمدرب أنه تعمل لا تستطيع أن تقوم بها إن شاء الله وأكيد سوف نسنع الرأي لكم لكي نبالكم فيه ومالي بوست الخاصة أكيد قبل أن نسنع الفيديو سوف نقول بتوفيق الفريق إن شاء الله لماذا الرباح خاصة للعب يكونوا في اليوم ويترجلوا معنا وأكيد خاصة أن يكونوا في اليوم لا تستطيع أن تكون في الفيديو وعلى ما أظن أنه لا يوجد لعب الذي لا يريد أن يرى في الفيديو هنا سوف نقول لكم لا تستطيع أن تكون في الفيديو لديكم ومعيدنا إن شاء الله ممكن أن نقوم بعمل فيديو والله حتى الآن لا أعرف ولكن أنت غير اكتفتك الجرس والسلعاء سوف تصل حتى لديك موعدنا حتى الفترة نهار الحد إن شاء الله إن شاء الله سوف نقول لك ووقف لديك النتيجة وقل لي هل جاء تفعل؟ اشتركوا في القناة